السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي انا اتعلم انجلش مع مسهام رضوان. ان شاء الله رح ندرس مع بعض منهج كونكت فور برايم الفور منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الاول. رح ندرس مع بعض من كتاب الاضواء جيم اللي حبيب يتابع معانا ان شاء الله. رح ناخد درس بدرس ونحل البراتس والتدريبات. وهنزل فلاش قاردس خاصة بالمنهج عشان تسهل عمية الفهم والحفظ. ولو اول مرة شوف القناة ياريتني اشترك في القناة ونفعل الجرس مشاهدة الكل عشان نصلك اشعار بكل جديد. اوكي? المانهج يا ولاد بتاع الصف الرابع اتدائي او طبعا منهج يعتبر مختلف تماما عن المناهج السلين السابقة. اه منهج الى حد ما طبعا مليان بالمعلومات ومليان بالفكابلوري. فاي عشان تسهل على نفسك الموضوع وتسهل على نفسك للمذاكرة. بتذاكر درس بدرس. بتفهم الكلمات كويس. بتحفظها. بتذاكر او تذاكر مع بعض شوية بشوية هتلاقي المنهج برسيط خالص. خالص. اوكي? هنا يونت وان اي فيل جود. اي فيل جود يعني ايه? اشعر انني بخير او بحالة جيدة. اي فيل جود. اي فيل جود. اوكي? اشعر انني بحالة جيدة. ده طبعا التطيطل يا ولادي بتاع اليونت. طبعا هيوضح لنا ايه بتكلم عليه ان اليونت هنا ازاي الاشياء اللي بتكلم عليها اليونت. هنا طبعا في اول صفحة يابلك براين جيم او لابة الزكاء which foods do you think the doctor will tell احمد to eat طبعا هنا look read and take right يعني حنبص على الصور دي يا ولاد ونحط على متصح على ايه حنشوف السؤال which foods which foods يعني ايه اي الاطعمة او ايه هو الاكل do you think تعتقد the doctor will tell احمد to eat ايه الاكل اللي ممكن الدكتور ينصح احمد ان هو ايه يتناولوه هنا عندنا طبعا عندنا chips chicken cookies spaghetti or pasta pizza vegetables fish nox اوكي طبعا دي الاشياء اللي احنا عرفناها او تعرفنا عليه طبعا هنا ايه which foods do you think the doctor will tell احمد to eat very good chicken that's right pasta or spaghetti very good nuts طبعا المكسرات يا ولاد مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم fish very good and fish towels طبعا دي اللي هي doctors will tell احمد to eat هنا هناخد listen one food and drink food and drink اللي هي القطعمة والمشروبات او الاطعام والشراب food and drink food and drink listen point and say طبعا يا ولاد غالبيت الكلمات اللي دي اللي قدامنا دي مرت علينا قبل كده بس ايه الpoint او الهدف منها ان احنا نعرف ايه الفرج بين food and drink healthy and healthy ايه الحديث الصحية والحديث الغير الصحية او الاطعام والشراب food and drink الطعام والشراب bananas 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 اوكي bananas bananas milk 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 طبعا ملك اللي هو هي حليب rice 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 potatoes 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 طبعا هي بطاطوس onions 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 بصر chicken chicken CH دي اولاد CH 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 chicken chicken sugar cane sugar cane اللي هو قصب السكر اخذنا كلمة شغر اللي حالها معناها سكر اوكي sugar cane معناها قصب السكر water melon water melon water melon water melon اللي هو بطيخ mangoes 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 المانجو اللي هو المانجو crabs 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 عينب اوكي يبقى هنا احنا تعرفنا على food and drink طبعا هنشوف ايه حين اقرى مع بعض البكابلاري ربما تكون في حاجة مسواضحة معكم لو في اي شيء محتاجين اكتبوه على صفحة القناة على فيسبوك يا لان تعلم انجليش مساهم ردوان هنا طبعا جايوا اكسترا فكابلاري او كلمات زيادة الكلمات دي فيه منها كلمات مرة طالدة قبل كده جاهز جاهز او مستعد country 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 دولة ميلز 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 اللي هي اولاد و جبات لانش 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 غداء special 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 مميز او خاص farmers 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 مزارعون breakfast 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 وجبة الافطار dinner 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 عشاء اوكي هنا هناخد ايه التصريف الافعال احنا عندنا طبعا افعال فيه في زمن present اللي هو مضارة يعني حاجة بتحصل في الوقت الحالي انت بتكلم تقول انا باكل انا باشرب انا بلعب انا بقى ذاكر ده بقول علي اولاد present طب لو احاجة كده حصلت في الماضي يعني انا ذكرت الدرس مبارح انا لعبت كورة اسبوع اللي فات ده بسميه past هنا طبعا ريز هنا معناها يربي تاتي مع اي اولاد مع الحيوانات والماشية ريز معناها يربي الباست بتاعها ريز طبعا produce يبقى هنا الباست بتاعها بنضيف ايه لو فعل بينتهي بايه بحط دي فقط اوكي زي هنا produce يبقى فيها بينتهي بايه بينفعش حط ايه دي تاني لا بحط دي فقط يبقى هنا حصلت على الماضي produce ينتج produce معناها انتجة خلاص حاجة انتجة وخلص على كده اوكي طب هنا عندينا ال regular verbs اللي هي الافعال الشازة يعني ايه شازة يعني ممكن الشكل بيختلف في زمن مضارع عن الماضي او ممكن شكل الماضي والفارب في الماضي والمضارع عن نفس الشكل come came think thought think thought think يعني اعتقد thought اعتقده see saw see saw make made make made grow 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 دي ايه ولاد الفارب اوكي طبعا الليسنت او الدرس عندنا فيه إكسبريشنز ان فريز في بعض المصطلحات او بعض اللي هو الجملة اللي بتتحافظ مع بعض كده زي لوكس دليشيس معناه يبدو شهيا what else what else what else يعني ماذا ايضا لو واحد بيتكلم معك في موضوع فانت تستفسر تاني او ايه تعرف باقي الموضوع وتقول what else what else يعني ماذا ايضا this right this right هذا صحيح yum yum يعني ايه شهي او لذيذ اوكي طبعا هنا جاب ايه زي معلومات i can't find it out we find out that the farmer in Egypt raise other animals like goats sheep and cows طبعا بقول لك ايه في معلومة تاني انا عرفتها ان الفارمرز اللي هو الفلاحين في مصر بيعملوا ايه raise يعني بيربوا other animals يعني حيوانات زي ايه goats ماعز sheep الاغناب cows الابقار اوكي اوكي هنا عندنا نوت سنخلي بالنا منها raise animal raise يعني ربي تايي مع الانيمال like chicken goats and cow طبعا انا عز اقول ايه حينفع اقول يربي نباتات لا بقول يزرع نباتات اوكي يربي حيوانات يزرع نباتات يبقى هنا growing plants is like rice tomatoes and onions يعني زراعة النباتات زي ايه نباتة الارز نباتة الطماطم or onions اللي هو البصل اوكي هنا خناخد مع بعض listen read and rule play يعني استمع read اقرأ rule play يعني تبادل ادوار يعني تنادي مثلوا المحادسة دي كل واحد يبدل الدور كل مرة mom lunch is ready i made some special food for us lunch is ready طبعا بتقول lunch is ready يعني الطعام بيكون ايه جاهز او الغداء جاهز i made some special food for us يعني انا عام لقي واجبة خاصة او مميزة لنحنا طبعا هنا طبعا هنا ماجد mom it looks delicious mom it looks delicious يعني شكلها شهية او ايه تبدو انها شهية mom which food comes from our country do you think which food comes from our country do you think طبعا بتسأل هنا ابنة نوع من السؤال كده تحفيزي ايه انواع الاكل اللي بيجي من بلدنا طبعا do you think هل تعتقد يعني ايه تعتقد النوع الاكل اللي احنا نزرعه في البلد بتايتنا او بنصنعه ماجد i think i think we grow rice in egypt i think we grow i think we grow rice in egypt طبعا بتقول ايه اعتقد ان احنا بنزرع الارض في مصر طبعا مصر مشهورة بزراءة الارض mom yes that's right yes that's right يعني هذا صحيح what else هي عايزة معلومة زيادة معلومة تانية what else طب بتزرع ايه تانية احنا i think we raise chicken in egypt طبعا بيقول i think we raise chicken raise chicken يعني يربي الدجاج ما نفحش اقوله grow chicken اولاد raise chicken معنى chickens يعني يربي الدجاج mom yes and tomatoes and onions and tomatoes طبعا and onions egyptian farmers egyptian farmers اللي هم مين الفلاحين المصريين produce بينتجوا many things you see in this table طبعا الفلاح المصري بينتجوا اللي هو المنتجات الموجودة على الصفرة كلها او الطرابيزة كلها let's eat يعني لو كان فيه onion tomatoes wait ok maggot yum yum معناها لذيذ او جميل ok yum بتتقال علي اولاد على الاكل اللذيذ او اللي طعمه حل exercise listen and complete listen and complete listen and complete يعني استمع واكمل هنا طبعا يولاد جايب ديالوج او محادسة في كلمات حنكملها اللي هي grow write food grow write food ما which food comes from 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 our country do you think ali i think we space rise in egypt mom yes that's ok which which food food comes from our country do you think which food 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 ali i think we grow 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 yes that's right 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 okay number two circle the added word out يعني دا 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 حول الكلمة المختلفة او الشايزة بين مجموعة الكلمة دي grass bananas mangoes milk grass bananas mango mangoes milk very good الكلمة الشايزة هي اولاد او المختلفة milk كلهم دا دا اسمه اولاد fruit number two rice onions produce watermelon rice onions produce water melon okay we have five seconds بدامكم خمس ثواني الاجابة الصحيحة هنا اولاد حاول ايه انت توقف الفيديو وتجاوب الاجابة انت بتكشغل الفيديو تشوف الاجابة بتحتك صحيحة ولا لا اوكي اوكي very good produce 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 يعني ينتج دي كله ايه ناونس ترانده الورب بمعنى ينتج number three chicken raise make grow chicken raise make grow chicken 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 raise make grow يزرع he sami she you he sami she you very good very good sami هنا sami اولاد ناون اوكي يعني اسم he she you pronoun pronoun يعني ضمائر اوكي يبقى سامي ده noun او اسم he she you دي اسمها pronoun يعني ضمير ضمير بيحل محل الاسم لب يعني لو مسلا احمد حول هي منا she you طبعا دي حسب المخاطب لو كان مذكر او مؤنت الناس مفرد او جامع look and write طبعا ده خلاص احنا حفظنا الكلمات اوكي هنا بنتدرب ازاي نكتب الكلمة بطريقة صحيحة onion كي هنا onion on yams اوكي very good number two watermelon watermelon turn melon number three rice very good rice number four potatoes 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 okay exercise number four read the passage and answer the questions يعني اقرأ القطع وجاوب الاسئلة بص يا ولاد اهم حاجة ان انت طبعا عارف او خلاص حفظنا الكلمات او الكلمات اولا الحاجة التانية ان انت تقرأ سنت تستوعبها او تفهم ايه المعنى او ايه عايز ايه في الاجابات اوكي many foods come from ايجيبت اخذنا فود يعني ايه بعام مني كسير يعني ايه كسير من الاطعمة come from ايجيبت بتأتي من فين من مصر we produce rice onions and tomatoes we produce we produce we produce we produce we produce we produce fruits like mangoes bananas and water melons مصر بتنتج ايه فاكهة زي ايه اولاد mangoes bananas and water melons food is delicious delicious يعني لذيذ او رحمه رائع choose the correct answer طبعا بتجيب القطط على زي كده عليها نوعين من اسئلة اسئلة اختياري واسئلة مقالي يعني اسئلة بتلاقي الاختيار بتختار اجابة من ثلاث اختيارات والاسئلة التانية مقالية يعني بتقرس سؤال كويس خالص بعد كده بتبص على القطع تشوف السؤال موجود فيه ممكن يغير فيه الضمائر او تغييرات بسيطة بس نفس الايابة بتبقى موجودة في القطع many foods comes many food come from ايجبت لي عشان القطع موجودة فيها كلمة ايجبت many foods come from ايجبت number two farmers raise play grow food food يعني اولاد طعام قلنا يزرع الطعام يربي يربي ايه يربي الاغنام او الماشي او الحيوانات grow food farmers grow many things many things many things طعام يبقى الفلاحين بيزرع اشياء كثيرة هي نفسها بزرع الطعام اللي احنا بتناول نتناولوا بي answer the following questions يعني جاوب جاوب الاسئلة القاتية which food does ايجبت produce which food which بمعنى اي القطعمة اي الطعام او اي القطعمة what does egypt produce اللي بتنتجها مصر very good هنا عندنا ايجبت produces fruits like mangoes bananas and water melons okay هنا بانانا which foods ايجبت produces fruits like like يعني مثل mangoes bananas كما bananas and water melons and what kind of fruit does egypt produce طبعا هنا الفوطس يولادة اللي بتنتجها بصر ايضا فيها عندنا ايه rice onions tomatoes بكل اطعمة بتنتجها هنا produce fruits like mangoes bananas and watermelons and tomatoes what kind of fruits does egypt produce هو هنا عايز الفوطس فقط هي mangoes كما bananas and water melon يبقى السؤال الأول بيشمل كل الأطعمة اللي بتنتجها بتنتجها مصر rice onions tomatoes اوكي نمبر فايف طبعا هنا هتكمل طبعا اللي and water and water melon نمبر فايف rearrange the following rearrange the following يعني اعط ترتيب الجملة هنا طبعا بيجيب لك vocabulary أو كلمات ما بتكون جملة صحيحة بيجيب لك الكلمة المفتاح أو الكيبورد اللي هتبدأ بها هنا هتجاب ليها Egypt هنا عندنا ولاد things produces Egypt اجاب منا إجابة منا منا اجابة منا جملة نمبر نمبر 2 favorite is chicken my food my favorite food يعني which which from which which food comes from from our country and question mark is number four rice we and grow Egypt we grow very good we grow نحن نزرع rice in Egypt and full stop اوكي number six punctuation طبعا punctuation هنا علامة الترقيم احنا اخذنا بنبدأ بكابتال لتر عن متن السنتنس لو عندي الضمير i or pronoun لو عندي صيغة استفهام بحط كوشة عندي صيغة جملة خبرية ساتمات بحط full stop اسماء الاشخاص اسماء البلاد اسماء ايام الاسبوع دي بتبقى كارتر لتر we raise chicken in Egypt we raise chicken in Egypt the e كلمة ايجبت and full stop اوكي وكده يا ولادكم خلصنا lesson one اجريت لايك للفيديو عشان يتصاعدوا والكل يستفيد ان شاء الله تابع معنا هنحل درس بدرس وننزل flashcards لو محتاجين اي شيء اكتبوه على صفحة القناة على الفيسبوك يا لنا تعلم انجليش مسحيام ردوان ولو محتاجين اي شيء في الشرح برضو اكتبوه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا شكرا